ايضا نبارك لفريق 2005 اللي قدر يفوز على انبي بثلاثية في ملاعب الناشئين بمنيهة نصر سجل للنادي الاهلي يوسف عفيفي هدفين ومعتز محمد اضاف الهدف التالت للنادي الاهلي زي ما احنا شافين معانا اهداف اللقاء ده الهدف الاول لللاعب يوسف عفيفي واحد برضو من اللاعبين المميزين يعني كرة سبتة وقدر يحرز الهدف الاول للنادي الاهلي ومشاء الله عندنا فريق 2005 ايضا متصدر بطول الدوري الجمهورية بفارق كبير جدا عن الفريق التاني ده الهدف التاني لللاعب معتز محمد واحد من المدافعين الاقوية في فريق 2005 وفريق 2005 بدأ بيضم مواهب كبيرة عندنا يوسف عفيفي معتز محمد بستنجي سيف ايمن عندنا محمد رأفط عندنا لعبين مميزين جدا في فريق 2005 وده الهدف التالت بيضيفه يوسف عفيفي هدف فوز النادي الاهلي بثلاثية على امبي في ملاعب الناشئين بمدينة نصر ايضا نروح نشوف لقاءاتنا بعد فوز الاهلي بثلاثية على امبي طبعا نادي امبي خصم صعب ويمكن اول سنة تكسب امبي رايح جاي واول سنة تكسب امبي على ملعبك 2005 فكانت مباراة مهمة جدا كان لها دوافع كتير كان اهم مع ان انت لازم تكسب فريق زي امبي على ملعبك لأول مرة تاني حاجة انت واغدين وقعد ان احنا على ملعبنا منفكت شوالا نقطة لو انت عايز تنافس على البطولة فالحمد لله في الشوت اولاني قدرنا نسيطر على المباراة وجبنا هدفين ضيعنا اكتر من فرصة الشوت التاني جبنا الهدف التالت بس طبعا انت عارف نوعية العابة المصرية بعد ما بيضمنوا المباراة بيحصل شوية طراخي وفي الديئة تسعين او اتنين و تسعين امبي احرز الهدف الاول ولمرة انتهت تلاتة واحد فالحمد لله على المكسب والاداء مش احسن حاجة من وجهة نظري بدأنا كويس جدا لكن الشخصية اللعاب المصري اللي احنا بنحاول نغيرها دايما من تالت ان هو اللعاب لما بيضمنوا المباراة بيحصل طراخي فالحمد لله يعني الحمد لله احنا كان عندنا اصابات طويلة في اول الموسم كان محمود الوحش كان صاليبي والحمد لله يعني بدأ ينزل المنع في اول سيزون بس يعني لسه بيشارك على فترات عفيفي كان اصابة كاثر في عظمة الكعبرة مش انها علاج تحافظي خد شهر واسبوع حوالي 7 اسابيع الحمد لله بيشارك بقاله شهر بس النهاردة يعني رجع للتحديف محمود لبيب كان عنده اصابة كادمة في وطر اكيليس بس الحمد لله برضو يعني اخد علاج لمدة اسبوع بيشارك ده تاني مشاعة تولي بعد الاسابة الحمد لله ومعتز كان معتز كان عنده مزء خفيف كده في العضلة الامامية غاب على اصره حوالي 7 اسابيع وده يعتبر برضو الماتش الثالثي على التوالي 90 دي ايان الحمد لله الحمد لله والله ان احنا النهاردة عملنا مبارك وايسا على فريق كبير فريق دايما معروف ان الاهل ومبي دايما ديربي ما بين الفريقين كل ماتش زي ما انت بتقول فعلا انا فاروق اصع من اللي قبله دايما الاهل متعود ان هو اول ما بيرك بالدوري وبيحب يحافظ على صدراء بتاعته وبيحاول يوسع الفريق ما بينه ما بين الفريق اللي تحته كل اللي احنا بنحاول نشتغل عليه كل الفترة الفاتة دي من احنا ازاي نفضل نوسع الفريق ما بينه احنا الحمد لله ما بينه ما بين المركز الثاني 13 بنت اعتقد ان احنا ان شاء الله كل ماتش عن اللي قبله بنعمل اداء احسن من اللي قبله واللعيبة بتبدأ تدخل في الجيم اكتر وبتكتسب سكة اكتر من القبله ان شاء الله يعني ترجمة نانسي قنقر